بسم الله والحمد لله الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم اقرأ عين القارئ الحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله وعلى آله وصحبه ومولاه اللهم اغفر لنا والشيخنا والحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد فإن ذلك شعاو المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن إقامة الصلاة ونصح ولدي بإقامتها كما أمر الله وبيّن رحمه الله أهمية الصلاة وإنها بيّن أنها عمود لهذا الإسلام العظيم ولهذا الدين وأنها أيضا عماد للشريعة والله قد أمرنا بذلك في كتابه وأقيموا الصلاة ما معنى أقيموا الصلاة؟ يعني أقيموها كما أمرنا الله جل في علاه نقيمها بأركانها وواجباتها وسننها وفي أوقاتها وفي الجماعة مع المساجد لأن هذا هو الذي يريده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والصلاة لها أوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يجوز للمسلم أن يقدم هذا الوقت ولا يجوز له أن يؤخر عن الوقت الله توعد الذين يصنعون ذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون مع أنهم مصلون يصلون إلا أن الله توعدهم لتأخيرهم الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي وعيد شديد والغي هي نار جهنم نعوذ بالله من ذلك نعم الاسلام المترجم للقناة Und es ist die meistbestätigte aller Pflichten der Religionsgemeinschaft bezüglich der Beachtung seiner Reinheit, der Beachtung seiner Zeiten, der Vervollständigung seiner Rezitation, der Vervollständigung seiner Verbeugung und seiner Niederwerfung, das Andauern der Demut darin, die Beschäftigung damit und weitere seiner Regeln und Sitten in der Gemeinschaft und in den Moscheen. Denn es ist der Ritus der Gläubigen, die Handlungsweise der Rechtschaffenen und der Weg der Gottesfürchtigen. Der Sheikh Hafidahullah sagte, der Autor erwähnte danach das Gebet und beratschlagte seine beiden Söhnen, das Gebet zu verrichten. Und verdeutlichte die Wichtigkeit des Gebets und dass das Gebet die Stütze der Religion ist, die Stütze des Islams und die Stütze des Gesetzes, der Scharia. Denn Allah subhanahu wa ta'ala befahl dieses Gebet und verrichtet das Gebet. Und gemeint ist, verrichtet das Gebet so, wie Allah es befohlen hat. Man erfüllt die Säulen, die Pflichten, man verrichtet es in der Gemeinschaft, in den Moscheen und zu seinen Zeiten. Weder schiebt man das Gebet vor, noch verzögert man das Gebet und betet es außerhalb der Zeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala drohte denen die Strafe an, die das Gebet aus der Zeit hinauszögern und später verrichten. Und ebenfalls drohte Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten die Strafe an, die das Gebet versäumen. Und它' fulgert man, dieu Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten die Strafe an, dieu Allah subhanahu wa ta'ala de Das Gebet versäumen, dieu Allah subhanahu wa ta'ala da'ala de Das Gebet versäumen, dieu Allah subhanahu wa ta'ala de ينقرها نقرا يصلي في آخر الوقت ولا يصلي مع الجماعة يترك الجماعة والمؤلف أشار إلى هذا قال في الجماعات والمساجد لأن المساجد بنيت لهذا لماذا بنيت المساجد حتى يرفع فيها ذكر الله وإسم الله فيأتي المصلون ويتسابقون على الصف الأول ويصلون مع المصلين يعني في جماعة إذا كانت صلاة الجماعة واجبة في الحرب وفي القتال ألا تجب في السلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم نعم هذا في الحرب في القتال فكيف هو أنت في السلم تترك الجماعة وتنام عنها والمصيبة والكارفة عندما تنشغل عن الجماعة بالمعاصي والنظر إلى التلفاز أو بالبحث عن الدنيا ومتاعها دقائق معدودة تجعلها لله سبحانه وتعالى وامتدح الله الخاشعين الذين يصلون وهم خاشعون في صلاتهم والذين هم في صلاتهم خاشعون وهذا أشار إليه المؤلف قال ماذا؟ واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها لأنك تصلي ولا تجد من صلاتك إلا العشر أو الثمن أو أقل من ذلك فيجب أن تحافظ على صلاتك المحافظة على الصلاة بأركانها واجباتها خشوعها سننها مع الجماعة حتى تخرج بالثواب والأجر العظيم أما تارك الصلاة فيكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ما كنا نصلي ألا يكفينا زجرا؟ ألا تكفي هذه النصوص؟ لن نبحث المسألة من جهتي ماذا قال الجمهور وماذا قال الحنابلة ننظر إلى هذه النصوص فقط وننشرها بين العوام وبين المصلين وبين تارك الصلاة نقول لهم هذا قول الله وهذا قول رسوله عليه الصلاة والسلام كفر وفي بعض الروايات في صحيح مسلم ما بين الشرك والإيمان هكذا ما بين الشرك والإيمان الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود وعند أحمد ما بين الرجل والشرك ترك الصلاة وفي بعض الألفاظ ما بين الشرك والإيمان ترك الصلاة فجعل الفاصل ترك الصلاة يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك والكفر لأنه ترك الصلاة نعم كما بين الشرك والإيمان ترك الصلاة والإيمان ترك الصلاة والإيمان ترك الصلاة والإيمان ترك الصلاة والإيمان وترك الصلاة والإيمان ترك الصلاة والإيمان ترك الصلاة والإيمان 9 سلسل اللهم عن الحديث كما أعلو ترك الصلاة والإيمان يساعد النار لغة من المرات قال في الرافة أن الوضع بيننا وهم مرات لغة وقرأت بها وقرأت في الوضع وقرأت الله سننجمائس أن يساعد الناس في المرات وقرأت إلى الأن ومن التعروب تخبر سنرى هل طوال النائم؟ لن يكون هذه القرارات دراستهم تشريد لماذا تشريد هذا المذكب من التعروب لن يكون هذه القرارات لن تشريد تشريد هذه المهتمة هذه القرارات يجب أن تخوطٍ تشريد عدل المسلم وما قال عدل السلام بين الشرك zwischen dem götzendienst und dem Glauben ist das Unterlassen des Gebets das heißt das Gebet ist die Trennwand zwischen dem Unglauben und dem Glauben und dem Glauben und dem Glauben صلاة واحدة لو تركتها طائفة من أهل العلم تكفر تقول هذا كافر مع أنها فرض واحد تعمد تركها ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما في صحيح البخاري وفي الصحيحين من ترك صلاة العصر فقد وطر أهله فالأمر خطير لا يجوز للمسلم أن يتهاون ثم ما هي الأعمال الصالحة التي عندك غير الصلاة هي التي نرجو أن الله يغفر لنا ويرحمنا بسببها وكمان نفرط فيها ونقصر هذه خلط أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه الآية اجتملت على أوقات الصلاة كلها إذا زالت الشمس صلينا الظهر وإذا طلع الفجر صلينا الفجر وإذا صار ظل الشيء مثله صلينا العصر ودخل وقت العصر وإذا غربت الشمس صلينا المغرب وإذا غابت الشفق الأحمر صلينا العشاء و هذا قد بيانته السنة في أحادث كثيرة متواترة نعم Das Gebet ist die zweite Säule von den Säulen des Islams nach dem Tauhid Es wird nie unterlassen egal in welcher Situation man sich befindet das Gebet muss verrichtet werden außer wenn du den Verstand verlierst und geisteskrank sein solltest dann ist der Strift emporgehoben oder die Kinder die klein sind obwohl der Prophet صلينا الله عليه وسلم uns befahl den Kindern das Gebet zu befehlen wenn sie sieben sind das heißt wir befehlen als Eltern den Kindern wenn sie sieben sind das Gebet zu verrichten dass sie sich daran gewöhnen wenn man nicht in der Lage sein sollte das Gebet so zu verrichten wie es befohlen wurde beispielsweise man kann nicht stehen dann sitzt man man betet im Sitzen man kann nicht sitzen dann betet man im Liegen man kann nicht mal den Kopf bewegen dann betet man mit den Wimpern und wenn man nicht mal das kann sagen die Gelehrten dann betet man mit seinem Herzen das Gebet fällt niemals weg hast du kein Wasser um dich zu reinigen machst du den Tejemum hast du nicht mal die Möglichkeit für den Tejemum oder bist angebunden oder wie auch immer betest du so wie dein Zustand ist das Gebet fällt nicht weg der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte als Warnung für jeden und als Bedeutlichung für die Gefahr das Gebet zu unterlassen sogar wenn es nur ein Gebet sein sollte er sagt sallallahu alaihi wa sallam wer das Asr-Gebet unterlässt dessen Taten sind zunichte dessen Taten sind zunichte das heißt es ist nicht erlaubt nachlässig zu sein hinsichtlich des Gebets und wir hoffen dass das Gebet ein Grund ist dass Allah unsere zünden vergiebt gegen zu das OH ist Allah Allah verlässt zucat المال la und der v die 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 ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له ولتعقى بطيب نفس وتيقون أنها بركة في المال وتطهير له وتدفع إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوا ولا هوادة انتقل بعد ذلك إلى الزكاة والزكاة عبادة وهو واجب في مال المسلم وهي في أربعة أموال معروفة مشهورة النقدان وزروع والثمار وكذلك أيضا بهيمة الأنعام وعروض التجارة وبعضهم يوجب الزكاة في العسل والصحيح أن العسل لا زكاة فيها وهذه الزكاة عبادة يخرجها الإنسان بنفس طيبة يريد بذلك وجه الله لأنه حق واجب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام بإجماع العلماء إذا أنكرت شيئا فرضه الله في كتابه أو فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهت هذا الأمر فأنت كافر حتى لو صليت لا تنفعك الصلاة وتكون كافرا لكن لو أن الإنسان تكاسل عن زكاته وصار بخيلا والعياد بالله ولم يخرج هذه الزكاة يقال هذا فاسق فاجر هذا تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء تجاوز عنه لأن الله يغفر كل شيء إلا الشرك لا يغفره الله ولهذا يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل كما في صحيح مسلم ويؤتى بماله كان ذهبا كان فضة ويوضع في نار جهنم صفائح من النار فيقوى به جنبه وظهره وجبينه لأنه ترك الواجب الذي افترضه الله عليه بخلا ومحبة بالمال فكانت هذه عقوبته فيعذب في يوم مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار وإذا لم يخرج زكاة البقر جاءت هذه البقر أو الإبل وداست عليه في أرض أبطح قرقر كما جاء في صحيح مسلم فتدوس عليه لأن الجزاء من جنس العمل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هذا هو العذاب الأليم جاء تفسيره في صحيح مسلم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نعم الليل會قول så 군� 보는 تقوى الرéis وظهر أنتثرت شكل معك الجزاء من زكاة سيعد nenhuma not getting صحيح أجنس وجه أليم أليم الآن من فضلاً والأوض الأمر من التخزيز الله صلى الله عليه وسلم Der Sheik sagte, حفظه الله, danach kam der Sheik zur Zakah. Und diese Zakah ist eine verpflichtende Tat der Anbetung bezüglich dem Besitz. Von dem Besitz, von dem Zakah gezahlt wird, sind die Früchte, das Geld, das Vieh und die Samen, die Körner und ebenfalls die Handelswaren. Einige sagten, dass man auch für den Honig Zakah zahlen muss, doch dies ist nicht korrekt. Die korrekte Meinung ist, es gibt kein Zakah beim Honig. Es ist Pflicht, dass man diese Zakah mit Zufriedenheit und guten Gemütes und aufrichtig für Allah gibt. Denn es ist ein verpflichtendes Recht. Und derjenige, der die Zakah oder das Gebet oder eine andere der Pflichten verleugnet, der ist ein Ungläubiger. Egal, welche Tat es sein sollte, die Allah oder der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, befahlen, wenn man dies leugnet, so wird man dadurch ungläubig. Wenn aber jemand faul sein sollte und geizig sein sollte und deshalb nicht die Zakah entrichtet, so ist er ein Frevler. So ist er was? Ein Frevler. Ein Frevler, der unter dem Willen Allahs ist. Wenn er will, vergibt er ihm und wenn er will, bestraft er ihn. Und es wurde überliefert, wie diese Strafe aussieht. Wenn man das Gold und das Silber nicht entrichtet hat, dann wird man am Jaum al-Qiyama bestraft, indem dieses Gold und dieses Silber erhitzt wird und man damit verbrannt wird. Und wenn dieser Kerl das Vieh sein sollte, dann wird am Jaum al-Qiyama dieses Vieh kommen und auf den treten an einem Tag, der wie 50.000 Jahre sein wird. Und danach wird geschaut, ob er in die Hölle kommt oder ins Paradies. Und diese Zakat hat er mit den Scherzen und den Scherzen erholt. Und das ist, dass er diese Zakat, wenn er Allah hat, und er hat erhart ist, und er ist, und nicht nur ein Jahr, sondern auch ein Jahr, und nicht nur ein Jahr, dass er Allah im Malki ist. Und er hat er, er hat sich in Malki, denn er hat nur etwas, weil er hat nicht nur ein Malki, sondern er hat, dass er, es ist, wie in der Scherzen wenn er, في هذه الأصناف التي ذكرناها الذهب 85 جرام الفضة 595 جرام الإبل لو بلغت خمسا من الإبل فيه شاه البقر لو بلغت ثلاثين شاتا لو بلغت ثلاثين بقرة فيها تبيع أو تبيعة أو نعم فيها تبيع والغنم إذا بلغت أربعين فيها شاه والزروع خمسة أوسق كلها محددة مبينة وإذا أخرجت أخرجت شيئا يسيرا ربع العشر وفي الزروع أقل من ذلك وتعطيها لأصحابها الذين ذكروا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف ذكروا في موضع واحد الفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يملك قوت يومه قد يكون عنده راتب لكنه هذا الراتب يكفيه لشهره أو ليومه تعطيه من الزكاة وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وهم مساكين مع عملهم والغارم أصاحب الديون عليه ديون أعطه ولو كان عنده مال لكن ديونه أكثر من ماله يستحق وفي الرقاب في ذاك الوقت العبيد كانوا يعتقون ويستحقون الزكاة لأنه كاتب سيده والمؤلف هو الذي أسلم ونريد أن نقوي إيمانه وإسلامه فنعطيه من الزكاة حتى يحب هذا الإسلام وفي سبيل الله في الجهاد وابن السبيل هو الذي انقطعت به الطرق وولي الأمر المسلم إذا رأى بعض المسلمين لا يدفعون الزكاة ويبخلون بها يقاتلهم على ذلك كما صنع أبو بكر الصديق عندما قاتل مانع الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة لأن هذه شعيرة وفي الشعائر يقاتلون عليها إلا إذا أنكرها قد ذكرنا أن هذا بالاتفاق يكون كافرا أما الغني فلا تعطى له الزكاة هو غني لا يجوز أن نعطي الزكاة لغني ولا يجوز أن تعطي الزكاة لمن أوجب الله عليك النفقة أوجب الله له عليك النفقة زوجتك ابنك أبوك أمك الأصول والفروع هؤلاء لو كانوا فقراء يجب أن تنفق عليهم لا تعطيهم الزكاة ولا يجوز ولا تكون زكاة لكن لو أن لك ابنة متزوجة مع زوج وهو فقير نعم ممكن تعطيه الزكاة لزوجها أو لابنتك لأن في هذه الحال لا تجب النفقة على البنت النفقة تجب على زوجها نعم وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الهاشميون إن محمدا وآل محمد لا تحل لنا الصدقة لا تحل لنا الزكاة لأنها من أوساخ الناس أنني نعم في صحيح المسلم يا يا المترجم للقناة لا يحصل فيه لا يجب أن نساء لو كنا نساء فإننا هذا يريد يريد الله أنه يريد الله ليس يريد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هذا الموزن هذا الموزن هذا الموزن ليس يريده ترجمة نسابي الإفراض ل dalam reduzقات معthankه وقد يهمنا تم القرآنots أعلى أن قريبنا جزار Państwo ولا يرف tall وع momentos يحنا نفسهم الإفراض كانونك عن تعم للعرف لكنه من العفاق فهم لذلكم الذي علقته. من المصح لي اع añadية ، ولكن سعة بدلت بصور. من تغير لم إعتبت الهم أي صفحين. أو الش معك ت طلب. Mic philanthropyzin لم يستشعى اصلخ بالختار من NASA Really a من غريب Pennsylvania Ve trash د правильно من Water God Lucky Chemical His Services. قامPromercialهم هو اليسار، أكره من الأسلقف. أو Touch ц mostrar للمات اكبر 아무 هات به. لا يستطيع أصابت بيشكل دعيّ أشخاص من حياتي الشيطان مني تنصبه بمساعدة دعيّ أصابت بيشكل دعيّ لا يوجد أيضا كان للمسلسة من المساعدة أصابت بيشكل دعيّ ومساعدة من المساعدة der nicht mehr weiterkommt und feststeckt. Der Herrscher, der muslimische Herrscher, wenn er sieht, dass einige Leute sich weigern, dieser Kaat zu entrichten, dann ist es gesetzlich, dass er diese Leute zwingt, dieser Kaat zu entrichten. Und wenn sie sich weigern, außer dass sie sie bekämpfen müssen, dann bekämpft er sie. So wie Abu Bakr, رضي الله عنه, dies getan hat, was den Reichen anbelangt, so ist es nicht erlaubt, dem Reichen von der Zakat zu geben. Und ebenfalls ist es nicht erlaubt, dass du denen von der Zakat gibst, für die es verpflichtend ist, für dich auszugeben. Es ist nicht erlaubt, deiner Ehefrau von der Zakat zu geben. Es ist nicht erlaubt, deinen Eltern von der Zakat zu geben oder deinen Kindern Zakat zu geben. Weil wenn diese arm sein sollten, dann musst du für sie sorgen. Es ist deine Pflicht, für sie aufzukommen. Außer wenn die Tochter verheiratet sein sollte und arm sein sollte, dann ist es erlaubt, ihrem Mann oder ihr selbst die Zakat zu geben, weil in dieser Situation ihr Ehemann verpflichtet ist, für sie zu sorgen und nicht mehr du. Und ebenfalls ist es nicht erlaubt, die Zakat den Angehörigen des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zu geben. Und das sind die Leute vom Stamm Beni Hashim. Und das ist erlaubt, die Zakat zu geben. Und dann nichts zu sorgen, Anwesen wirklich ist erlaubt, specifikaten, Alsulars hat er nicht haverlegt. so sege barrel. する wie Hello-The Moment ist die Zakat Valorieste Er한다 ge ونحن لا نجري أنه صائب وفي رمضان كلنا نصوم لهذا قال هي عبادة السر ولهذا الله في الحديث القدسي يقول الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي هذا الصوم إذا رأى المسلمون الهلال صاموا وإذا لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما كما قال عليه الصلاة والسلام فإن غبي عليكم فاقدروا له جاءت الرواية وفسرتها قال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويكون واجبا على المسلم البالغ العاقل الذي هو مقيم غير مسافر وكذلك ليس مريضا ولا امرأة حائض ولا نفساء لأن المرأة النفساء والحائض لا يجوز لها الصيام ويجب أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا الصوم تعريفه عند الفقهاء التعبد لله بالإمساك على المفطرات من طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا شك أنه يكون بنية إنما الأعمال بالنيات إذن هذا هو أهم ما يتعلق بالصوم والمؤلف ذكر القيام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والنبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه وصلى بهم جماعة لكنه ترك ذلك لأنه خشي أن تفرض فلما كان في خلافة عمر أقام هذه السنة العظيمة سنة التراويح وهي إلى يومنا قائمة وختم ذلك بالاعتكاف وقد سن فيه الاعتكاف الاعتكاف مسنون في كل وقت لكن في رمضان أكثر تأكيدا للسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان يقوم الليل ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ويحيي ليلة ويوقظ أهله لأن في هذه العشر ليلة عظيمة ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد ذكرت في كتاب الله إن أنزلناه في ليلة القدر هذه الليلة ليلة عظيمة وهي أعظم الليالي على الإطلاق وهذا الصوم صوم رمضان هو الواجب وهناك أيضا صيام واجب وهو صيام الكفارات كفارة يمين كفارة ضهار كفارة من جامع في نهار رمضان وكذلك ما يتعلق بالحج لمن لم يستطع أن يأتي بالهدي يصوم وهناك صيام النذر وهو الصيام الذي أوجبته على نفسك والباقي كله نفل الاثنين والخميس وستة من شوال وثلاثة أيام من الشهر ويوم عشورا ويوم عرفة والعشر من ذي الحجة كل هذه من المستحبات والسنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها لأن الله جعل بابا خاصا في الجنة للسايمين وهو باب الرعيان نعم Danach sagte der Autor رحمه الله Danach das Fasten im Monat Ramadan Es ist eine Anbetung im Geheimen und Gehorsamkeit gegenüber dem Herrn Man ist darin verpflichtet vermehrt die Zunge zu hüten sich anzustrengen mit den rechtschaffenen Taten sich anzustrengen in den rechtschaffenen Taten und sich in Acht zu nehmen vor Fehlern und Ausrutschern Man gibt Acht auf seine Nächte und seine Tage Man lässt auf sein Fasten das Beten in der Nacht folgen Ebenfalls ist es von der Sunna darin den I'tikaf zu verrichten Der Autor kam als nächstes zum Fasten das Fasten im Monat Ramadan welches Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat so wie es bekannt ist in der sinngemäßen Aussage Allahs O ihr die ihr glaubt euch wurde das Fasten auferlegt so wie denen die vor euch waren auf das ihr gottesfürchtig sein mögt und dies ist die Weisheit hinter dem Fasten die Verwirklichung der Gottesfurcht die Verwirklichung der Gottesfurcht und wie in diesem Vers ersichtlich wurde das Fasten schon den Völkern vor uns vorgeschrieben und befohlen das Fasten ist eine Anbetung und so wie der Autor erwähnt hat es ist die Anbetung im Geheimen warum weil man das Fasten nicht sieht man sieht das Fasten nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte wie im Hadith Qudsi überliefert wurde das Fasten ist für mich und ich belohne es er lässt sein Essen und sein Trinken wegen mir und die Muslime beginnen mit dem Fasten des Monats Ramadan wenn sie den Neumond dieses Monats sehen und wenn sie ihn nicht sehen sollten dann vervollständigen sie die Tage vom Monat Shaaban davor auf 30 Tage so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies gesagt hat das Fasten im Monat Ramadan ist Pflicht für den Muslim der bei Verstand ist und der das reife Alter erreicht hat der sesshaft ist nicht auf der Reise und gesund ist also nicht krank und ebenfalls bezüglich den Frauen die nicht ihre Tage haben und nicht im Wochenbett sich befinden und die Frauen die ihre Tage haben oder sich im Wochenbett befinden die holen diese Tage des Fastens nach aber nicht das Gebet welches sie in diesen Tagen nicht verrichtet haben was ist das Fasten als Definition sagten die Gelehrten das Fasten ist die Anbetung gegenüber Allah indem man sich von den Dingen enthält die das Fasten brechen vom Aufgehen der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang wie das Essen das Trinken Geschlechtsverkehr und der Autor erwähnte das Stehen im Ramadan das Stehen im Ramadan im Nachtgebet und der Prophet erwähnte dies und verdeutlichte den Vorzug dieses Gebets dem Tarawih Gebet in dem er sagte wer im Ramadan steht aufrichtig und hoffend dessen vorangegangenen Sünden werden vergeben und der Prophet verrichtete dieses Gebet mit seinen Gefährten doch danach unterließ er es weil er befürchtete dass es zur Pflicht werden könnte und danach in der Zeit von Umar wurde diese Sunna wieder eingeführt wurde diese Sunna wieder eingeführt der Autor erwähnte ebenfalls den Irtikaf im Ramadan und der Irtikaf ist gesetzlich und erwünscht in jeder Zeit nicht nur im Ramadan doch im Ramadan bekräftigt sich wird diese Sunna bekräftigt durch die Tat des Propheten und zwar in den letzten zehn Tagen er pflegte sich in diesen zehn Tagen anzustrengen und in der Nacht mit der Anbetung zu verbringen und seine Familie zu wecken warum weil in diesen zehn Nächten Laylatul Qadr ist die besser als tausend Monate ist und wer in der Nacht von Qadr steht glaubend und hoffend dessen vorangegangenen Sünden werden vergeben dieses Fasten im Ramadan ist Pflicht und es gibt auch noch andere Fasten anderes Fasten welches Pflicht ist wie zum Beispiel die Sühneleistungen die Sühneleistung beispielsweise für den Schwur oder die Sühneleistung für wenn man im Tag vom Ramadan Geschlechtsverkehr hatte oder als Gelübde und so weiter gibt es verschiedene Arten des Fastens welche ebenfalls verpflichtend sind und alles was sonst gefastet wird ist freiwillig wie zum Beispiel Montag und Donnerstag der Tag von Ashura der Tag von Arafa und so weiter deshalb soll der Muslim darauf achten dass er viele Tage freiwillig Fastet Ja قال وحمه الله تعالى ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فهو فوض واجب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبغور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة ثم انتقل إلى آخر أركان الإسلام وهو الحج والحج هو عبادة عظيمة عبادة بدنية وعبادة مالية ومعنى الحج التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك والله يقول في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال العلماء الحج فريضة والعمرة كذلك فريضة لأن الله عندما قال وذكر الحج الأكبر قالوا دليل أن هناك حج أصغر وأتم الحج والعمرة لله وجاء تفسير السلف آثار كثيرة عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن زيد بن ثابت فابن عمر يقول إنهما فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت كما في صحيح البخاري خرجه معلقا ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وهكذا أيضا ابن عباس يقول إنها لقرينة الحج أي العمرة كذلك عند البخاري معلقا وهذا الحج له أركان وله شروط وله واجبات وسنن وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة الذي يستطيع فعله وأداه والذي لا يستطيع ليس عليه شيء ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع طفق يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام فسميت بحجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عام هذا وقد يقول قائل لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحج لماذا لم يحج في أول أمره السبب أن آية الوجوب في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم تنزل إلا متأخرة نزلت في السنة التاسعة هذا أولا ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البيت وما استطاع الدخول بدليل أنه لما ذهب إلى الحديبية لما ذهب إلى العمر في عام في السنة السادسة منعوه في الحديبية فأحصر في الحديبية وكان هذا في السنة السادسة ثم قاض قريشا على أن يعتمر في السنة السابعة فما تمكن إلا بعد فتح مكة فلما فتح مكة قريش كانت قد ملأت البيت بالأصنام والأوثان فاحتاج إلى أن من يطهر هذا ويمنع المشرك أن يطوب بالبيت ويمنع العراه ففي السنة التاسعة أرسل أبا بكر وأرسل علي حتى يعلم الناس ويأخذ الموافق والعهود ومن كان له عهد ينتهي عهده إلى أربعة أشهر وهكذا من كان له عهد ينتهي عهده إلى عهده ومن لم يكن له عهد إلى أربعة أشهر ونزلت سورة التوبة فلما حصلت هذه الأمور وترتبت حج في السنة العاشرة لا سيما أن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر تقدم صفرا وتؤخر المحرم أو تقدم المحرم وتؤخر صفرا فدار الزمان وكانوا لا يعرفون حقيقة الزمان وهل هذا الحج في وقته فلما كانت في السنة العاشرة بيّن لهم أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فبيّن لهم أن هذا اليوم يوم النحر سألهم أي يوم هذا فسكتوا قال أليس يوم النحر أي شهر أي وكذا حتى يؤكد لهم أننا حججنا في الوقت الصحيح لأن قريشا كانت تتلاعب بالأشهر وقال لهم هذا قال إن الزمان استدار فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إذن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام وبعد ذلك سيذكر الجهد والجهد ليس من أركان الإسلام كما قد يظن البعض أركان الإسلام فهي خمسة فقط نعم قاله رجلúsica الله وقد قاله وقته أسهر وقته و قلت وقالت وقالت que الحاجة أن تحجل معي أن تحجل أن تحجل موالي موالي أن تحجل Und genauso die Umrah, genauso die Umrah ist Pflicht zu verrichten. Denn Allah erwähnte die Hadsch und beschrieb sie, dass die Hadsch, die Pilgerfahrt, die größte oder große Pilgerfahrt ist. So sagten die Gelehrten, so gibt es auch eine kleine Pilgerfahrt, die ebenfalls was verpflichtend ist und das ist die Umrah. Und es gibt verschiedene Überlieferungen von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi. die dies bestätigten, wie zum Beispiel Ibn Umar, der sagte, beide sind Pflicht, die Hadsch und die Umrah sind Pflicht und es schadet nicht, egal mit welcher du von diesen beiden anfängst. Wie gesagt, die Hadsch wird einmal im Leben verrichtet und das ist die Pflicht für den, der dazu in der Lage ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verrichtete nur einmal in seinem Leben, nach der Hijra die Hadsch, einmal und sagte, in dieser Hadsch, sallallahu alaihi wa sallam, nehmt eure Riten von mir, wenn ihr lernt von mir, wie ihr die Hadsch zu verrichten habt, es kann sein, dass ihr mich nach diesem Jahr nicht mehr trefft. Und deshalb wird dieser Hadsch die Abschieds-Hadsch genannt, in der er sich von seinen Gefährten verabschiedete, sallallahu alaihi wa sallam. Warum verrichtete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nur einmal die Hadsch in seinem Leben? Weil er davor gehindert wurde. Er wurde gehindert im Jahr, im sechsten Jahr nach der Hijra, wollte er sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefährten, radiallahu anhum, die Umrah verrichten. Doch in diesem Jahr hinderten die Quraysh, die Muslime daran, die Umrah zu verrichten. Sie wurden gehindert bei al-Hudaybiyya. Und danach, ein Jahr später, verrichteten sie die Umrah. Danach wurde Mekka erobert. Doch nach der Eroberung von Mekka war die Kaaba immer noch voll von Götzen. Und die, voll von Götzen, so entsandte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abu Bakr und Ali, die Kaaba zu reinigen und den Leuten, die Leuten zu unterrichten und anzuweisen. Und nachdem all dies geschah, vollzog der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Hadsch im zehnten Jahr nach der Hijra. Ebenfalls von den Gründen war, dass der Stamm von Quraysh mit den Monaten spielte. Was machten sie? Sie zogen Monate vor und schoben andere hinaus. Das heißt, man wusste in Wirklichkeit gar nicht mehr, welcher Monat jetzt gerade war. Und so verdeutlichte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Hadsch im zehnten Jahr nach der Hijra, dass jetzt die Zeit wieder an der richtigen Stelle ist. Wie an dem Tag, an dem Allah sallallahu alaihi wa sallam die Himmel und die Erde erschaffen hat. Danach kam der Autor zum Dschihad, zum Kampf. Und der Dschihad ist keine Säule des Islams, so wie es einige behauptet haben. Ebenfalls von den Gründen, warum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Hadsch spät verrichtete und nur einmal in seinem Leben verrichtete, ist, weil der Vers, in dem die Hadsch zur Pflicht gemacht wurde, spät, und zwar im neunten Jahr, herabgesandt wurde. Das ist, in dem die Hadsch. الخاسرين وتندمى مع المفرطين ثم انتقل رحمه الله إلى الجهاد والجهاد من أعظم الشعائر التي أمرنا بها ولا شك أن الجهاد أيضا له شروطه ومن أعظم شروطه أنه لا يكون إلا تحت ولي الأمر وتحت رايته قد قرر أهل السنة والجماعة في كتب العقائد أن الجهاد يكون تحت راية ولي الأمر فإذا استنفر المسلمين ولي أمرهم يجب أن ينفروا يا أيها الذين آملوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله يعني إذا ما حصل منكم الاستنفار والخروج مع رسول الله وبقي وحده سينصره الله ومع ذلك حاشاهم رضي الله عنهم خرجوا وجاهدوا وقاتلوا وذكر الله جهادهم ونصرهم وأعزهم ومكنهم ودلف لهم فارس والروم والهند والسن لأنهم صدقوا في جهادهم وفي قتالهم والمؤلف يبين لولديه أن هذا من فرائض الإسلام والجهاد لا يكون فريضة إلا إذا كنت في الصف لا يجوز لك الفرار وهذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات وإذا استنفرك ولي الأمر فيجب أن تخرج معه وكذلك في جهاد الدفع لو أن العدو هو الذي هجم على المسلمين فيجب على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم كما صنع في غزوة أحد جاء المشركون بحدهم وحديدهم إلى المدينة يقاتلون الصحابة ويريدون أن ينتقموا لقتلاهم في غزوة بدر فحصلت تلكم المعركة العظيمة إذن الجهاد من أعظم الشعائر وقد قال عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وبألسنتكم يعني ليس الجهاد مقصورا على القتال بالسيف والقتال بالسلاح حتى نجاهدهم بالمال وباللسان وبالرد وبالكتابة كل هذا من الجهاد لكن الجهاد الحقيقي الشرعي هو الذي يكون تحت راية ولي الأمر ويكون في معركة القتال وهو الذي جاءت به النصوص وهي النصوص كثيرة جدا في فضله وفي فضل من استشهد في هذا الجهاد والجهاد قد يترك لأن الأمر يدور مع الضعف قد يكون المسلمون في ضعف لا يستطيعون القتال والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة لم يشرع الجهاد لأن المسلمين في ضعف لا يقون عن الجهاد وعا القتال وعيسى بن مريم لما ينزل ويقتل الدجال يأذن الله ليأجوج وما أجوج فيخرجون عيسى مع أنه نبي من أنبياء الله إلا أنه لا يستطيع أن يقاتل يأجوج وما أجوج لا يستطيع لا قوة له في قتال هؤلاء أمتان عظيمتان يأكلون الأخضر واليابس وهم من كل حدب ينسلون فيقول الله له لا يدان لك بقتالهم ما عندك قوة تستطيع أن تقاتلهم طيب ماذا يسمع إيسى؟ قال له حرز عبادي في الطور اذهب إلى الجبل واختبئ ومن معك من المؤمنين إذن ترك الجهاد لأنه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأرسل الله عز وجل من يقتل ويهلك هؤلاء أو هادثين الأمتين فأرسل الله الطيور وأرسل عليهم من يرميهم فقتلهم جميعا ثم ينزل عيسى ويعيش ويتزوج ويحج ويعتمر ثم أكد رحي يقض اليد إن ihr dazu die Fähigkeit habt oder die Unterstützung derjenigen, die dazu imstande sind, wenn ihr schwach dafür seid. Der Autor, رحمه الله, kam als nächster Punkt zum Dschihad, dem Kampf in der Armee. Und dieser Kampf ist eine gewaltige Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und für diese Tat gibt es Bedingungen. Von diesen Bedingungen ist, dass dieser Kampf unter der Führung des Herrschers geschieht. Und von den Bedingungen ist, dass dieser Kampf unter seiner Flagge geführt wird. Und die Gelehrten erwähnten, dass wenn der Herrscher, der muslimische Herrscher, befiehlt, in den Kampf hinauszuziehen, der Armee befiehlt, zu kämpfen, dann ist es Pflicht für sie, hinauszuziehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte, die Drohung für diejenigen, die nicht ausziehen, wenn der Herrscher dies befiehlt. in der sinngemäßen Aussage Allahs, wenn ihr nicht auszieht, wenn ihr in den Kampf hinauszieht, dann bestraft er euch mit einer schmerzhaften Strafe. Und danach heißt es weiter sinngemäß im Vers, und wenn ihr ihm nicht helft, dann wird Allah ihm ganz gewiss helfen. Ja, in den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und angesprochen sind die Gefährten des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Doch sie zogen hinaus und sie halfen ihm und unterstützten ihn und kämpften mit ihm, diejenigen, die sie bekämpften. Und sie eroberten die Perser und die Römer und die Götzendiener und so weiter von den verschiedenen Völkern, die sich mit den Muslimen verfeindeten. Der Dschihad ist Pflicht. Doch wann ist der Dschihad Pflicht? Wenn man sich in den Reihen befindet, auf dem Schlachtfeld, dann darf man nicht fliehen, dann muss man zwingend kämpfen. Oder wenn der Herrscher befiehlt, hinauszuziehen, dann muss man gehorchen. Dann muss man gehorchen. Oder wenn man angegriffen wird, wie in der Schlacht von Uhud, als die Götzendiener kamen und die Muslime auslöschen wollten, ist es Pflicht, dass die Muslime sich verteidigen. Und ebenfalls umfasst das Wort Dschihad nicht nur den bewaffneten Kampf, sondern ebenfalls, dass man sich abmüht und anstrengt, die Götzendiener die Götzendiener zu widerlegen mit dem Wissen oder Geld ausgibt auf diesem Weg. Doch das, was in den Texten erwähnt wurde, damit ist der offizielle Kampf der muslimischen Armee gemeint unter der Flacke des Herrschers. Und es gibt viele Texte über den Vorzug des Dschihad. Und es kann aber auch vorkommen, dass die Muslime den Dschihad nicht verrichten, wenn sie zum Beispiel zu schwach sind, wie in der Zeit von Mekka. Der Dschihad war nicht gesetzlich in dieser Zeit, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba zu schwach waren, um sich zu verteidigen. Und ebenfalls, wenn Isa alaihi wa sallam in der Endzeit kommt und nachdem er den Dschihad töten wird, wird Allah ihr Adjuj und Ma'ajuj rauslassen. Und es wird nicht in der Lage sein, für Isa und für die Muslime gegen ihr Adjuj und Ma'ajuj, diesen zwei gewaltigen Völkern, gegen sie zu kämpfen, sind zwei gewaltige Völker, die kommen werden und die zu stark sein werden, dass man gegen sie vorgehen könnte. Sie werden das Grüne und das Trockene verzehren. So wird Isa und den Muslimen befohlen, sich in den Bergen zu verstecken, sich in den Bergen zu verstecken, worauf Allah subhanahu wa ta'ala Vögel und andere Geschöpfe senden wird, die jajuj und ma'ajuj töten verden. Jajuj وإنه الشبهات وتصح القربات فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه قال الله تعالى قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق ولا يرصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب فاجتهد في طلبه واستعدب الثعب في حفظه والسهر في درسه والنصب الطويل في جمعه وواضب على تقييده وروايته ثم انتقل إلى فهمه وذيريته وانظر أي حال من أحوال طبقات الناس تختاران ومنزلة أي صنف منهما تؤثران هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظرة عند جميع الطبقات والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها ولا يعرى من جمالها لابسها فكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار هذا الكلام كله والذي أورده المؤلف في نصيحة ولديه هو في العلم يبين لهم فضل العلم وأهمية العلم وأن العلم نور وميراث الأنبياء ويكفي هذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء حتى الحوت في بحره يستغفر لمعلم الناس الخير يستغفر للعالم والنملة تستغفر للعالم والخيرية لمن يتفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فساق رحمه الله عدة نصوص من القرآن يبين لولديه انظروا إلى فضل العلم انظروا إلى ميراث النبوة لأن الناس إذا جلسوا في المساجد واجتمعوا وتدارسوا كتاب الله تنزل عليهم السكينة وتغشيهم وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عنده سبحانه وفيما عنده من الملأ يذكرهم هذا في صحيح مسلم لو لم يرد إلا هذا الحديث في فضل العلم وطلب العلم وتحصيل العلم لكفأ ويقال قوموا مغفور لكم يتجاوز الله عن سيئاتهم لأنهم ما جاءوا إلا لما يرجونه من الخير عند الله ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين لأن الفقه في الدين شيء عظيم والمؤلف أتى بهذه النصوص وهي كثيرة من هذه النصوص قل هل ننبئكم بالأخسرين أعوانكم يعني الرجل قد يعمل ويعمل ويعمل ويكون خاسرا لماذا؟ لأنه لا يعمل على علم يعمل بجهل يعني لو جاء رجل نصراني وبقي يعبد الله مئات السنين أو خمسين أو ستين يموت على كفره وشركه جاء رجل صوفي يعبد القبر ويسجد للقبر لكنه يصوم ويصلي ويتصدق هذا من الأخسرين لأنه على الشرك لكن طالب العلم المتعلم الذي درس يعرف أن هذا الشرك وأن هذا يودي به إلى نار جهنم فيخرج من هذه الخسارة كيف خرج؟ العلم خرج بالعلم وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم ذكر شيء من المقارنة بعد أن ساق أيضا قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا لعلم درجات رفعة رفعة في الدنيا رفعة في البرزخ رفعة في الآخرة يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي فعند آخر آية تقرأها تكون منزلتك تكون هذه المنزلة عند آخر آية حتى قال بعض العلماء إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن لأنه يقول عند آخر آية تقرأها تصل إلى منزلتك وكم آيات القرآن أكثر من ستة آلاف آية أليس كذلك أربع وستين ومائتين وستة آلاف كلها درجات لقارئ القرآن والعلم سبيل لا تفضي بصاحبها إلا إلى السعادة والسلامة سعادة وسلامة لصاحب العلم لماذا؟ لأن صاحب العلم عنده مراث النبوة صاحب المال عنده مراث المال فقط صاحب المال يحتاج من يحرس هذا المال وتجده في هم وغم لحراسته والخوف عليه صاحب العلم لا يحتاج إلى الحراسة العلم هو الذي يحرسه العلم هو الذي يرفع من شأنه كما في هذه الآيات التي مرت رفعه في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين كذلك العلم يزكو وينمو أما المال يذهب قد يصير الإنسان فقيرا بين يوم وليلة وقد كان من الأغنياء والعلم كذلك أيضا لا يفارقك هو في صدرك والقرآن في صدرك المال يفارقك ويذهب المال العالم يحتاج إليها الناس كلهم بخلاف الغني صاحب المال قد لا يحتاج إليه إلا الفقير باقي الناس لا يحتاجون إليه من عنده الكفاية لا يحتاج إلى الغني ولا يلتفت إليه لكن كل الناس يحتاجون إلى العالم يحتاجون إلى علمه يحتاجون إلى فتوى المرأة يسأله والشيخ يسأله والكبير يسأله وهذا هو الفرق بين ميراث النبوة وبين ميراث المال ودائما دائما ستجدون أن أصحاب المال يدعوهم مالهم إلى الكبر وإلى الفخر إلا من رحم الله أما العلم لمن تعلمه يدعوك إلى التواضع يدعوك إلى أن تعرف نفسك ومقدار نفسك وكلما تعلمت وازددت علما كلما عرفت أنك كنت جاهلا وأنك تحتاج لأن تتعلم واخفض جناحك للمؤمنين يأمره بذلك وهذا كله من الفروق بين العلم وبين مال الملوك ومال الأغنياء لهذا لما تطلب العلم تكون في سعادة وتكون في رضا وتزداد منه وتحب أن تزداد منه بخلاف المال تكون في نكد خاصة إذا كنت بعيدا عن الله عز وجل بعيد عن الطاعات لهذا قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة والقطيفة إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط هذا الميزان عنده أعطوني مال رضيك ما تعطوني مال سرت ساخطا عليكم ليس المعيار عنده الكتاب والسنة والطاعة والعبادة لهذا جميع الطاعات هي بسبب العلم كيف ستصلي وأن تجاهل كيف تصوم وتحج كيف الرجل يطلق وينكح ويتزوج ويعامل المعاملات التي هي معاملات البيع والشراء وإلى آخره إلا بالعلم ولهذا إلى ما تعامل بالعلم تجده يأتي بعد ذلك طلقت بالخطأ ونكحت بالخطأ وبعت بالربا وتزوجت كذا لأنه قدم على ذلك بجهل بخلاف صاحب العلم والاستكثار من العلم محمود بخلاف الاستكثار من المال فهو مدموم هذه بعض هو أشار إلى بعضها وهذه المقارنة كان ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس مفتاح دار السعادة بيّن الفروق بين ميراث النبوة وبين ميراث الملوك والأغنياء والرؤساء نعم دناخ أدام 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 أتصر أتصر لا أقل لا نفسد عندنا أسئلة أيوة أتصر أذكر الفروق بس لا أتصر فروق أجبك الكلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Danach sagte der Autor, rahimahullah, seine beiden Söhne beratschlagend, euch obliegt das Wissen, welches die Grundlage des Guten ist und mit dem ihr die Frömmigkeit erlangt. Ihr seid verpflichtet, danach zu streben, denn es ist Reichtum für denjenigen, der danach strebt, sowie Macht für denjenigen, der es trägt. Es ist zudem der gewaltigste Grund, der zum Jenseits führt. Mit ihm entfernt man sich von den Scheinargumenten. Dadurch werden die zu Allah näherbringenden Taten korrekt. Wie viele von denjenigen, die Taten begehen, entfernen sich mit ihren Taten von ihrem Herrn. Und das, mit dem sie sich ihrem Herrn nähern, wird ihnen als größte Sünde aufgeschrieben. Allah, der Erhabene, sagte, sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die bezüglich ihrer Werke die größten Verlierer sind? Diejenigen, deren Bestreben im diesseitigen Leben fehlging, während sie dachten, dass sie Gutes getan hätten. Und er, der Erhabene, sagte, sag, sind etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich, doch nur diejenigen, die Verstand haben, lassen sich ermahnen. Und er, der Erhabene, sagte, diejenigen, die Allah fürchten, von seinen Dienern sind die Gelehrten. Und er, erhaben ist, er sagte, Allah erhöht diejenigen, die glauben von euch und diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, um Rangstufen. Das Wissen ist ein Weg, welcher denjenigen, der es besitzt, zur Glückseligkeit führt. Damit verfehlt er nicht die Stufe der Höhe und der Würde. Das Wenige davon ist nützlich und das Viele davon erhöht und er hebt empor. Es ist ein Schatz, der in jedem Zustand rein ist. Mit dem Ausgeben davon wird er größer. Kein Räuber stiehlt ihn und man fürchtet um ihn, weder einen Dieb noch vor einem Krieger. Strengt euch an, danach zu streben und findet die Süße in der Ermüdung beim Auswendiglernen davon, in der Schlaflosigkeit beim Lernen davon und in der langen Anstrengung beim Sammeln davon. Seid eifrig, dich beim Niederschreiben und überliefern davon und geht danach weiter zum Begreifen und zum Verständnis davon. Dies alles mit der Unversehrtheit, der Folgen und der Wertschätzung bei allen Rangstufen. Das Wissen ist ein Amt, von dem derjenige, der es innehat, nicht enthoben und derjenige, der es trägt, seine Schönheit nicht beraubt wird. Jeder, der ein Amt innehat, das noch so groß ist und Respekt besitzt, der noch so gewaltig ist, wenn er sein Amt verliert oder seinen Ort verlässt, dann wird er wie derjenige sein, dessen Ansehen entblößt und Stellung nutzlos ist. Nicht so ist die Person des Wissens. Ihr Ansehen ist mit ihr, wo auch immer sie sich bewegt. Es lässt sie an alle Horizonte und Erdteile herantreten und es bleibt nach ihr zu allen Zeiten. Die beste aller Wissenschaften ist die Wissenschaft der Religion. Der Sheikh Rahimullah sagte all diese Texte und die Aussage des Autors hier sind für die Verdeutlichung des Vorzuges des Wissens und der Wichtigkeit des Wissens. Das Wissen ist Licht und er verdeutlicht hier, Rahimullah, die Unterschiede zwischen den Leuten des Wissens, die das Wissen tragen und den Leuten des Vermögens, den Leuten, die Vermögen sind. Und oftmals ist es so, dass das Vermögen die Leute, die Reichen, zum Hochmut führt und zum Stolz führt, außer derjenige, der sich Allah erbarmt, im Gegensatz zum Wissen. Denn das Wissen führt und ruft zur Bescheidenheit. Jedes Mal, wenn man mehr lernt, weiß man, dass man in Wirklichkeit unwissend ist. Und dies ist der Unterschied zwischen dem Geld und dem Wissen. Das Wissen schützt die Person. Und das Vermögen muss von der Person beschützt werden. Das Wissen geht, doch das Vermögen geht, doch das Wissen kommt mit dir ins Grab und so weiter. Von den Unterschieden zwischen dem Vermögen und dem Wissen. und Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte diese Angelegenheiten in seinem gewaltigen Buch Miftahu Dari al-Sa'ada und ebenfalls von der wichtigen Bedeutung des Wissens ist, dass jeder Mensch das Wissen braucht. Jeder Mensch braucht den Gelehrten, doch den Reichen brauchen nur die Bedürftigen. Man benötigt das Wissen, um Allah anzubeten und ihm zu gehorchen. Man benötigt das Wissen, um korrekt mit den Leuten umgehen zu können. Sei es Heirat, sei es Handel, sei es Scheidung und wie viel Mal hört man, dass die Leute wegen dem Unwissen in diesen Angelegenheiten fatale Fehler gemacht haben. Allah 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 것 . Allah 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 al- Allah 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 وصحبه ونولاه شكر الله لشيخنا على مقدم وقبل الختام نأخذ بعض الأسئلة الوالدة الشؤال الأول يتعلق بالزكاة يقول السائل ما حكم إخراج الزكاة للمساجد في بلاد الغرب من بابي في سبيل الله لعدم وجود راية الجهاد مرفوعة لا يجوز إخراج الزكاة إلا للأصناف الثمانية لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على أن الزكاة إنما هي خاصة بالأصناف الثمانية وإلا ما الفائدة من ذكرها مع كونه يقول في أول الآية إنما وهذه تفيد الحصر والقصر إنما الصدقات للفقراء فالواجب أن نصرف الزكوات للأصناف الثمانية الزكوات الواجبة أما الصدقات المستحبة لا بأس والناس توسعوا كثيرا في ذلك صاروا يجعلون هذه الزكوات في كل شيء حتى إنهم يمثقونها على القنوات بإسم أو بقولهم وفي سبيل الله هذا غير صحيح في سبيل الله يعني الجهاد هكذا جاءت الأحاديث وجاءت السنن وزد إلى ذلك أن في سبيل الله يدخل فيه الحج والعمر فقط كما أفتى بذلك ابن عباس وأفتى بذلك ابن عمر ولولا هذه الأحاديث لما قلنا في سبيل الله إلا الجهاد الأول الزكال أحكذا 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 لأن هناك Ungرحة إليها في هذه الأحاديث measurement فلقط أحكذا هكذا الإنها الإنها أحكذا 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 المنطقة السيد الشخص رجل الله سبيل الله أحكذا أعكذا تسحل هذا شخص إليه لم يترجى الأمر إن كان عاد العادة من هم جلعين وablانه ثم أحضر لأسف عامل ما هو يمكن أن أن تترجف هذا النظر وبدو أن الله ويظيفت هذا النظر استطيع أن يترجع الأمر لأسفل هذا يجب أن يترجع الأسفل هذا يسيط لأسفل ما يوجد أسفل ما يترجع الأسفل ما أدرج إلى الناس ويصدت في هذا المساعدة اشتركوا في القناة أم المخلط المستعمل أم الجديد هم نحسب بسعر البيع أم بسعر الشراء بارك الله فيه لا شك أن المقصود بالذهب الذهب الخالص إذا لم يبلغ الذهب الخالص 85 جرام ما زكت فيه لأن هذا المراد بالذهب الذهب الخالص وأما السعر السوق السعر الذي يباع به الذهب نعم البقية عندما تسمع الولايات ما زكتاؤ مقاطع ما لديل سبيل المصادر أعطين المصادر إذا كان مصادر من سبيل المصادر وإذا قصدت المال الذي عندك اخرجت زكاته الفقس على الفضة ليس على الذهب طيب جيد هذا هو إذا كان غير خالص هناك طريقة حسابية حتى تستخرج الخالص الواجب في الخالص 85 جرام خالص نعم نعم من المصدر هذا ي signifie أن يكون لدينا إذا كان يمكن أن تكون لدينا إذا كان هذا المصدر من 595 كم سلونا ستقول السعيد هل يجوز قراءة القرآن برواية مختلفة في الصلاة إذا قصدت أنك ستصلي بالناس وتقرأ قراءة ورش مثلا أو قراءة حفص أو شعبة لا بس لا بس أن تختار قراءة واحدة وتقرأ بها صلاة المغرب تقرأ بورش صلاة العشاء تقرأ بحفص وهكذا أما تأتي في الصلاة وتخلط قراءة حفص مع شعبة ورش مع ابن كثير أو أبي عمر لا لا يجوز هذا هذه من البدع نعم سories من الطرفخ ي International معروح بحفص كيف محر المغرب تربى الف products الزغط يس Cóب ilهنا ليست لكن وله في المل mouse مسته 학ول تسارϊ عدت ليس ليس الف سولة ��ى أ pentgo هل هذا إذا كنت تصوم في ماء سيام داود تصوم يومان وتفطر يومان فصاد فالصيام يوم الجمعة لا بأس أولئك أولاد أيضاً؟ أولاً لأنما تخلق السيام داود يتخلق ذهب أفتر يومان وفي الماء ويداً يصنع زياج ويومان يظهر مهات بسيام العبد إذاً لا يؤول نأخذ بعد الآشرة في الأوليانية السؤال هي يقول يطلو مني بعض الإخوة عدم الأخذ من بعض المشايخ فكيف أعرف عن من أخذ حين يختلف العلماء إذا قال العلماء لا تأخذ عن هذا وهذا العلماء الكبار هم المتخصصون فخذ بكلام أهل العلم أما الطلاب العلم الذين هم مثلك أو أقل منك لا تأخذ عنهم مثل هذه الأمور خدا عن العلماء والحمد لله علماءنا المتخصصون كالإمام الشيخ ربيع ومشايخنا في المدينة والشيخ عبد الله البخاري وكتب الشيخ عبيد قبل ذلك رحمه الله هؤلاء هم أعرف الناس بالجرح والتعديد وهناك غيرهم من المشايخ لكن هؤلاء هم أعرف الناس فإذا جاء لك بكلام أهل العلم وقال لك هذا كلام العلماء فخذ به نعم Die Frage lautete هؤلاء أعرف الناس بالجرح والتعديد من المشايخ من المشايخ عبيد هؤلاء أعرف الناس بالجرح والتعديد من المشايخ عبيد وحين الخلاف كيف يرجح هو لا يرجح لأنه لا يستطيع أن يرجح هو يسأل العالم الذي يثق في دينه وعلمه وفضله ويأخذ بفتوه وعلي أن يتق الله في ذلك لا يروح يختار من يشاء مرة هنا ومرة هنا يتتبع الرخص يذهب إلى من يثق فيه في دينه وعلمه ويسأله فإذا قال له حلال حلال وإذا قال له حرام حرام فهذا هو التقليد وهنا هو محتاج لهذا التقليد لأنه لا يحسن نعم Die Frage lautete Der normale Muslim, der die Beweise nicht versteht Was soll er tun? Soll er einen Gelehrten fragen oder mehrere Gelehrten fragen und wie kann er die korrekte Meinung herausfinden? Der Cheikh sagt Diese Person ist nicht in der Lage die korrekte Meinung herauszufinden Er soll einen Gelehrten fragen dem er vertraut hinsichtlich seiner Religion und seinem Wissen und dann seine Fatwa nehmen und er soll Allah fürchten nicht aussuchen Ja, ich möchte den fragen Nein, ich frage lieber den sondern er fragt wie gesagt demjenigen dem er hinsichtlich des Wissens und der Gottesfurcht vertraut und dann nach diesem Urteil handelt und dies ist der Taqlid das blinde Folgen welches in dieser Situation erlaubt ist weil er es nötig hat und es gibt und es gibt und es gibt und es gibt auf dem فليجلسن في البيوت خير لهم لأنهم بهذا المجيء للمسجد وبهذا التشويش هن في الحقيقة يكسبن الإثن فالإنسان يأتي للمسجد للعبادة والصلاة وقراءة القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارأ لا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى بيت من بيوت الله يرفع صوته يشوش على المصلين على القارئين لا سيما وأن الوقت كان وقت سماع لترجمة أو لخطبة فلتتقن الله عز وجل وترجمة القرآن الكثير من على القرآن يجب أن تساعدون من المصدقين أن يطالزون أو يتكوات أو يصنع الأحاول أو يصنع الأيام أو يصنع الم lampsدع وأيضا لأنه لن تحمي تعيش إليها لن يرغب أن يؤثر الى المصدقين وأهذا hunch acreditu JUSTICE يجب أن تساعدون من المصدقين يوم من المصدقين لن تساعد دائما لن تساعدون بسنقين المترجم للقناة المترجم للقناة ومترجم للقناة ومترجم للقناة وليس أن يكون المترجم للقناة ويساعدت من الناس نأخذ آخر السؤال في هذا اللقاء وهو كذلك من إحدى الأخوات تقول هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتامر مع رفقة آمنة إذا لم يكن لها محرم لا يجوز لها أن تحج إلا بمحرم ولم يكلفها الله عز وجل الحج ولا العمرة تبقى في بيتها وهي مصونة إلى أن تجد المحرم فإذا وجدت حجت لا تجد المحرم لم يوجب الله عليها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة ولما جاءه الرجل كما في الصحيحين قال له إن امرأتي ذهبت إلى الحج أمره أن يلحق بزوجته وقال يا رسول الله اكتبت في غزوة كذا وكذا يعني أراد أن يجاهد لكن امرأته ذهبت وحدها للحج أو العمرة فقال له إلحق بأهلك فأمره أن يكون مع زوجته فإذا لا يجوز للمرأة ذلك لا يجوز للمرأة ذلك لا يجوز للمرأة ذلك لا يجوز للمرأة ذلك أكتب إلا قدر لكنه لا يمكنه فهي يجبه يجبه المترجمه ويجبه لا يجبه نكتفي بذل قدر شكرا الله شيخينا وشكرا لكم حسنا الإسراء والإستماع واللقاء إن شاء الله تجدد بعد المغرب والحمد لله رب العالمين